السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريكنا أشهد أن محمد عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا فيه من وتقائه من النار اللهم أمين اليوم مع هذه التأملات في سورة يوسف وقد تكلمنا في الأمس في هذا اللقاء الذي تم بين عقوب عليه السلام وبين أبنائه لما جاءوا له بهذه الطريقة الكاذبة وآخذوا يستعطفون أباهم في أن يرسل معهم يرسل معهم يوسف صلى الله عليه وعلى النبي وسلم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لنصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون توقفنا الأمس عند هذا الكلام وكيف أنهم كانوا يؤكدون على يعقوب عليه السلام أنهم ما أرادوا إلا الإحسان إلى يوسف عليه السلام وقد علم أبوهم أنهم ما أرادوا به خير لما يرى من ظاهر أحوالهم مع أخيهم يوسف عليه السلام اليوم مع قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون يقول الشيخ يسر حفظه الله حاول يعقوب عليه السلام أن يمتنع من إرسال ابنه الحبيب يوسف عليه السلام مع إخوته لأمرين الأمر الأول هو أنه يحزنه فراقه مدة ذهابهم عدة ساعات من النهار يا الله الشيخ يسر بكأنه يدخل داخل نفسية يعقوب صلى الله عليه وعلى النبي وسلم إنه هو يؤلمه ويحزنه أن يوسف عليه السلام يفارقه مدة ساعات مدة ساعات ولو ساعات قليلة طب إيه فايدة الموضوع ده فايدة أن نحن نعرف مدى الألم اللي كان فيه يعقوب صلى الله عليه وعلى النبي وسلم لما فارقه يوسف هذه المدة الطويلة أكثر من ثلاثين سنة سبحان الله العظيم يقول الثاني خوفه أن ينشغلوا عنه فيأكله الذئب وهو صغير لا يستطيعون الدفع عن نفسه أو لا يستطيعوا الدفع عن نفسه يبقى الأمر الأول أنه يخشى ولا يحب أن يفارق يوسف عليه السلام أباه يعقوب الأمر الثاني أنه يخشى على يوسف إذا انشغل عنه إخوته أن يأكله الذئب والظهر أن هذا كان أمر منتشر في ذلك الزمان لأن إخوة يوسف استغلوا هذا الأمر وجاءوا على قميصه بدم كذب كما سيأتي معنا في الآيات قال ونلحظ من هذا مدى حب يعقوب ليوسف عليه السلام فإنه كان يحزنه فراقه ساعات فكيف كان حزنه وبثه وألمه عليه هذه السنين الطوال يا الله عشان لما إحنا إنسان مننا يبتل ابتلاء دي من حاجات المهمة جدا في هذه السورة لأن الصورة دي سبب نزولها هو التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه السورة ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الشديد من مشرك مكة فأنزل الله عز وجل هذه الصورة فيها طمأن لقلب النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فيها أن هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم سلكه من قبله الأنبياء والمرسلين فيه أن الإنسان إذا ابتولي ابتلاءات ينظر لهذه الابتلاءات التي لقيها يعقوب صلى الله عليه وعلى النبي وسلم فعلا ابتلاءات إنسان يعود يتأمل إنسان لو واحد ابنه توفي قدامه ودفنه بإيده ممكن يكون أهوا من إنه يفقد ابنه ويكون عنده أمل إنه هو حي بس هو ما يعرفش هو دلوقتي منعم ولا شقي ما يعرفش هو دلوقتي سعيد ولا حزين ده بيكون بلا شك على النفس أشد طب ده إذا كان أي ابن فضلا بأن يكون حد زي يوسف صلى الله عليه وعلى النبي وسلم الذي جمع الخصال الجميلة سواء كان من الخلق الظاهر أو الخلق البطن فعلا أمر عكيب عشان كده لما نيجي بعد كده في السورة نسمع يعقوب صلى الله عليه وعلى النبي وسلم يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فعلا نعرف قد إيه الألم اللي كان في صدر يعقوب عليه السلام لما يجي بعد كده وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نعرف الألم اللي كان جوه يعقوب ده قد إيه شوفوا مع الألم ده كله ما فيش ولا كلمة واحدة تسخط وأعلم من الله ما لا تعلمون ما فيش ولا كلمة تسخط بل يرد الأمر إلى الله عز وجل دائما وأبدا والموضوع ده يجلنا كثير جدا في هذه القصة فالشاهد أنه يقول إن كيف كان نلحظ من هذا مدى حب يعقوب عليه السلام ليوسف فإنه كان يحزنه فراقه ساعات فكيف كان حزنه وبثه وألمه عليه هذه السنين الطوال لقد كان صبره صبرا عظيما صلى الله عليه وعلى النبي وسلم والله فعلا إنسان با يقعد يقول طب أنا ابتليت مثلا ابتليت بإيه البلاء لنا ابتليته أنا أقول لكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بفقد الولد ولد والتاني والتالت ما الذي صبره أنه اقتسى بالأنبياء من قبله مثل يعقوب وسائل الأنبياء صلواته الله وسلامه عليهم فمسألة إنسان يأتسي وأفضل الأسوى على الإطلاق أن يأتسي بالأنبياء يقول فإن الواحد منا يشق عليه ويؤلمه فراق أولاده وأهله أياما وأسابيع آه والله فعلا إنسان فعلا ممكن أنه يبعد عن أهله يبقى حزين لأجل ذلك ويؤلمه قال وليس فيهم يعني ليس في أهله الصفات الجميلة خلقا وخلقا عشر معشار ما كان عليه يوسف صلى الله عليه وسلم فعلا يعني لوحد بعيد عن أبناء وأبناء عمرهم هيكون زي يوسف من جميل الأخلاق فكيف وقد فارق يوسف يعقوب عليهم السلام يكفيك في معرفة جماله الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قد أعطي شطر الحسن يا الله يعني بقول لك يكفيك حتى تعرف جمال يوسف عليه السلام الظاهر أنه أعطي شطر الحسن شطر يعني نصف الحسن الحسن فلو قسم الحسن في هذه الدنيا لكان نصفه موزعا بين البشر والنصف الثاني ليوسف صلى الله عليه وسلم يا الله يعني لو الجمال اللي في الدنيا كلها توزع هيكون نصف هذا الجمال في يوسف صلى الله عليه وعنده وسلم الواحد والله يتمنى أنه يقابل يوسف صلى الله عليه وسلم عشان ينظر لهذا الجمال العجيب وبعدين يتأمل حاجة زي كده ويجي مثلا لبعض المسلسلات اللي هم بيمثلوا الأنبياء نعوذ بالله من الضلال والله ضلال مبين يجيبه ممثل داعر أو فاجر أو فاسق أو فيه من الخصال الزميمة الكثيرة جدا جدا لأنه بلا شك جزما فحياته مش زي الأنبياء والله ما زي الأنبياء نجيبه هو يخليه مثل نبي من أنبياء الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم والله هذا إساءة عظيمة لمقام النبوة وإساءة عظيمة لدين الله تبارك وتعالى ويقول لك الصديق يوسف مسلسل الصديق يوسف ويجيبه ممثل هو فاسق في حياته الدنيا هو بعيد جدا عن الله عز وجل يمثل أكرم الناس وبعد أن هذا الإنسان ماذا أوتي من جمال حتى يمثل يوسف صلى الله عليه وسلم يمثل يوسف مفروض واحد أوتيها شطر الحسن طب اشعرفنا اللي هو الصورة اللي هو فيها دي أو الشكل اللي هو فيه ده يمثل شكل يوسف صلى الله عليه وسلم ام لا ده من حس الجمال الظاهر اللي هو الظاهري يقول وأما جماله الباطن فالقصة من أولها إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب في كل القصة من أولها إلى آخرها من أول كلمة قالها إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي شوف يا أبتي حاجة عجيبة فعلا يخليك حس إن ماذا التربية التي كانت في يوسف صلى الله عليه وعلى النبي وسلم ماذا الأدب ماذا الأخلاق بعد كده جستباه الله كل اللي ابتلأت اللي مر بها يوسف صلى الله عليه وعلى النبي وسلم أنا أجد إنه كيف كان قريب من ربه جل وعلا معاني مهمة جدا كل ده من أخلاقه الباطنة يقول فالقصة من أولها إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب من علم وحكم وكرم وعفة وطهارة واستغناء بالله ونصح للخلق وسعة صدر وعفو وصفح وغير ذلك كثير لو خدنا كل واحدة من دولة هتلاقي فيه في القصة فيه في الصورة ما يبين هذا الأمر من علم علم يوسف صلى الله عليه وسلم موضوع اللي هو تأويل الرؤية ده وحكم أنه حكم بين الناس وكرم وده واضح جدا جدا في جميل أخلاقه وعفة عفة يوسف صلى الله عليه وسلم عن الزنا وطهارة طهارة القلب واستغناء بالله نوة لم يكن يلجأ إلا إلى ربه جل وعلا قال ونصح للخلق أنه ورغم أنه ما هو فيه في السجن ما قال لهم شي شرط عليكم عشان تطلعوني من السجن أن أنا أو أن أنا عشان أقول لكم تأويل الرؤية أن تطلعوني من السجن ما عملش كده والله كريم جميل أخلاق دي لا توجد يسموه أخلاق الفرسان لا أنا مش عايز أقول أخلاق الفرسان أنا أقول أخلاق الأنبياء أخلاق الأنبياء يقول ونصح للخلق وسعة صدر وعفو وصفح ووضح جدا جدا الموضوع ده مع إخوته وغير ذلك كثير يجعل قلب كل مؤمن يهفو إلى رؤية يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عجيب أن نحن نفسنا نقابل هذا الإنسان الذي ميزه الله عز وجل بهذه الخصال الجميلة أقول لكم شيء آخر سبحان الله العظيم يوسف عليه السلام جزما ليس أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فالشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامة الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجميل خصاله علامة من علامة الإيمان لشان كده مهم جدا جدا أن نحن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنشتاق إلى رؤيته ولن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنا نحب شرعه ونحب دينه وننصر سنته فمهم جدا جدا أن نحن ندرس ونقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو عندكم بعض الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تضعوا العنوين بتاعتها في التعليق بحيث أننا نجمع بعض الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول نسأل الله أن يرزقنا رفقته رفقة يوسف صلى الله عليه وسلم ورفقة الأنبياء جميعا في الجنة ونحن نحبه على سماع سيرته فكيف بمن صحبه ورأاه نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم مقرد أن نقرأ في سيرته والله لا يقرأ أحد منصف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه صلى الله عليه وسلم وكيف بمن رأاه وصحبه وعاش معه وقابل جميل الخصال منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى فكرة أذكر لكم حديثا عجيبا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني الرجل يحب المؤمنين لكن ليس له من العمل مثلهم فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب بلا شك أن محبتنا للأنبياء أعظم حتى من محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بحبنا لأنبياء الله عز وجل أن نحشر معهم ونكون في زمرتهم هذه الرفقة الطيبة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بلا شك من أعظم الفضل رفقة هذه السلة يقول ونحن نحبه على سماع سيرته فكيف بمن صاحبه ورآه له أبوه يعقوب فكيف بحب أبيه له الذي هو من صلبه كيف بحب يعقوب له الذي هو من صلبه وحق لنبي الله يعقوب أن يحزنه غياب يوسف عليه السلام عنه ساعات وهو يرى فيه شمائل وراسة النبوة وهو يعلم منه أنه المهي المعد من الله عز وجل لحمل المهمة العظيمة في آل يعقوب مهمة النبوة الرسالة وهو عليه السلام يراعيه ويربيه وأحسن التربية لذلك ومع ذلك فقدر الله نافذ يعني أدي يعقوب عليه السلام ما كانت شعيز يوسف عليه السلام يخرج مع إخوته وهم أعدوا حيلوا عليه ويدلوا العهود والمواثيق حتى يخرج يوسف معهم وفي الآخر قدر الله نافذ قالوا مع هذا فقدر الله نافذ وأمره غالب والله غالب على أمره يقول وأمره غالب ورحمته يعبده ورحمته بعبده أعظم من رحمة الأم والأبي بولدهما والله سبحان الله العظيم واحد يتأمل المعنى ده إن تخيلوا لو كان يعقوب عليه السلام أعد مع أبوه وفضل في حضنه كان هيتعلم ما تعلمه في هذه المحنة التي مر بها كان هيمحص هذا التمحيص كان هيصل على خزائن الأرض فسبحان الله من المحن تأتي المنح والعطايا والبركات وسبحان الله كيف كان غياب يوسف عليه السلام عن أبيه سببا في رفعته وملكه وكيف كان حفظ الله له في غيابه عن أبيه أعظم من حفظه له في كنفه كيف كان حفظ الله ليوسف أعظم من حفظ يعقوب عليه السلام لولده وكيف كانت تربية الله له بعيدا عن توجيهات أبيه أكمل وأتم مما كان يريده يعقوب عليه السلام له ويقدر عليه سبحان الله إحنا من عرفش الخير فينا ولذلك إحنا مبعث أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الإنسان اللي يؤمن بالقدر ويسلم الأمر إلى ربه عز وجل ما حصن الظن بالله تبارك وتعالى بلا شك فوز عظيم في الدنيا وفوز عظيم في الآخرة فليفوض العبد أمره لربه وليتوكل عليه في حفظه نفسه وأهله وولده وماله وشأنه كله الإنسان يفوض الأمر على الله في حفظ كل شيء حفظ نفسه وحفظ أهلي وولده وماله وشأنه كله وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فالإنسان إذا خشي على أولاده يريد أن يحفظهم من بعده فليتق الله عز وجل قال فما يظنه العبد ضررا يجعل الله فيه أعظم النفع أحيانا بيأمثلا ولد من أولاد مش كويس في مدرسة فيحنا بيبدأ الأباء والأمهات إزاي وإخواتك ويعيروه ويعيروه لأخواتك أحسن منك ومع ذلك مع مرور الوقت يكون هذا الولد أصلح وأفلح وأبر بوالديه من هؤلاء الذين تعلموا وعش كده بيقول إنسان لا يعلم من أين يأتي الخير فما يظنه العبد ضررا يجعل الله فيه أعظم النفع وما يحسبه نقصا يجعله الله عز وجل سببا للكمال وما يراه ضياعا أو سببا للضياع يجعله الله عز وجل حفظا وسببا له فلنحسن الظن بالله فهو أكرم الأكرمين وهو لا يسوء عبده المؤمن إلا ليسره لا يحصل مساء للعبد المؤمن إلا ليسره سواء في الدنيا أو في الآخرة وما يحرمه إلا ليعطيه وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دين يقول أما خوف يعقوب عليه السلام على يوسف من الذئب فهو خوف طبيعي لا ذنب فيه ولا نقص ما دام معه كمال التوكل يعني هل نقول لو أنا بخاف على من الذئب أو كان حد سألني سؤال النهاردة بيقول أن كان فيه ناس بيتعرضوا لهم وبيهددوهم تهديدات شديدة جدا فالصاحب السؤال يعني بيقول أنه كان يعني كأنه كان فيه خوف وقلق شديد من هذه التهديدات فهل ده فيه دليل على ضعف التوكل لا إنسان اللي خاف مما يخاف منه كالخوف من السبع والخوف من الكلب مثلا وغير ذلك وهذا لا يعد من الأمر الذي يقدح طالما إن الإنسان عنده تمام التوكل يقول وقد كان من يعقوب عليه السلام وهذا الخوف دافع لأخذ أسباب الحذر والحيطة طب يعقوب عليه السلام أخذ الأسباب هل منع ذلك يعني من ضياع ولده قالوا سبحان الله أخذ يعقوب الأسباب ولكن الحذر لا يغني من القدر وتلقف أبناؤه هذه الكلمة وأجعلوها عذرهم الكاذب وحجتهم الزائفة فيما صنعوا بأخيهم يعني هم يعقوب عليه السلام بيقول لهم إنه هو يخاف أن يأكله الذئب طب هم عملوا إيه؟ قالوا آه فكرة طب ما إحنا ممكن نعمل لنفس الموضوع ده عشان كده قالوا أن الزئب قتله يقول وفي قولهم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون يقول تلمح تكرار كلمة تكلمهم بلفظ ونحن عصبة ومقبل كده قالوا برضو نفس الكلمة ونحن عصبة وقلنا ذلك على النوم شايفين نفسهم أحسن من أخيهم يقول وهنا ومن قبل ذلك في قولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة فهو يدل على شعورهم المتزايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم وده سبب حسد يوسف هما لو شايفين أن يوسف عليه السلام أجمل منهم خصالا وأجمل منهم خلقا وخلقا كانوا ساكتوا لكن هما شايفين نفسهم وهم عصبة إحنا كتير إزاي ما يحب نشحنا أكتر فهو ده العصبة إنسان يرى نفسه يرى لنفسه فضل من أعظم أسباب فساد القلب الإعجاب بالنفس أما شايفين نفسهم كرروها بلكده وكرروها دلوقتي برضه إن أما قاله ونحن عصبة وهنا برضه قاله ونحن عصبة فهو يدل على شعورهم المتزايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم وهذا الأمر من أخطر الأمراض النفسية القلبية التي تعرض للتجمعات أن يرى الأفراد المجتمعون على أمر واحد استحقاقهم للتميز على غيرهم لمجرد اجتماعهم من أعظم أشياء الممكن تفسد القلب إن الإنسان يرى أننا أفضل أننا أفضل من غير وجمعات التنمية البشرية بيزكوا الجزئة دي جدا يقول لهم أنت أفضل أنت أحسن أنت كذا ومع إن ذي طريقة غير صحيح طريقة القرآن التي علمها يعقوب ليوسف عليه السلام إنه ماذكم من نعمة فمن الله ويتم نعماته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك هو ده اجتباء تعليم إتمام نعمة كل ده من الذي فعل ذلك رب العزة تعلق بالله عز وجل دي طريقة القرآن في التربية وده طريقة الأنبياء في التربية لاهتمام بذيط طريقة مش أن أنت تقول له ده أنت كويس ده أنت كذا لعله يصيب الغرور يصيب العجب فيفسد قلبه والعياذ بالله زي ما فسد إخوة يوسف الشيخ نبي يشير لمعنى آخر وهو جزئية إن لو في تجمع معين أصابهم شيء من العجب والزهو هذا إيذان بفساد هذا التجمع أي أن كان التجمع والله إحنا متجمعين وعندنا جمعية خيرية وبنعمل في الدعوة إلى الله عز وجل فإن إحنا بقى شايفين ده إحنا بنعمل وبنشتغل فلو مجرد أن إحنا يصيبنا العجب من غير من نقول بقى وكان فضل الله عليك عظيم من غير من نقول إن ربنا هو الوفقنا والله إحنا ما عملنا حاجة ده توفيق من ربنا عز وجل وربنا لو شاء هيستبدلنا فإحنا محتاجين إن إحنا نعترف بالتقصير ونعترف لله بالفضل الجزئية دي مهمة جدا وللأسف إحنا بنضيعها كتير وتجد يقولك ده إحنا الكتاب بتاعنا المجموعة بتاعتنا الفريق بتاعنا الدعوة بتاعتنا المسجد بتاعنا وهكذا شيء من الفخر بأشياء هي محد فضل من الله تبارك وتعالى يقول أن يرى الأفراد المجتمعون على أمر واحد استحقاقهم للتميز على غيرهم لمجرد اجتماعهم ولو تأملنا الحركات العنصرية والعصابات الإجرامية عبر الزمان والمكان لو أجدنا من أعظم أسباب استمرار الإجرام والفساد هو الشعور بالقوة والاعتزاز بالجماعة أقول لكم حاجة تانية أن بعض هذه الجماعات العنصرية أول ما نشأت كان لها أهداف سامية وأهداف صحيح ومع الوقت بدأوا يشعروا بشيء من الاعتزاز بالنفس هذا الاعتزاز بالنفس جعلهم بعد ذلك يطغوه وجعلهم بذلك العجب ده بدأ يجيب لهم بعد كده يعملوا زي إخوة يوسف إن لا يعرفوا لأحد فضلا وإنما يردون الأمر دائما إلى فضلهم وهو قارون عمل كده قال إنما أتيت على علم أرجعش بالفضل لله قال ده أولا بسبب علمي بسبب قوتي بسبب مهرتي هو نفس الأمر يقول بل الدول الظالمة بقاؤها وبطشها وقهرها لغيرها مبني على هذا الشعور كما كان من فرعون لقوم البني إسرائيل نفس الأمر مع أي إنسان يظلم ويتكبر ويتجبر هو شايف نفسه أن أنا أفضل من غيري عشان كده بيبدأ يظلم الآخر يقول والإنسان ملني بطبعه يميل إلى الاجتماع فإما أن يكون اجتماعا على الخير والتعاون على البر والتقوى فيكون مأمورا به يسد الحاجة الفطرية في الإنسان إلى الاجتماع يعني لو كان الناس هتكتمع هتكتمع على خير طيب عشان نضمن أن نحن ما ننحرفش زي ما نحرفت جماعات كتيرة أو نحرفت تجمعات كتيرة نعمل إيه؟ نلتزم بالكتاب والسنة نعمل بنا وبعض مواثيق أن نحن نتنصح في الله أن نحن لا نطوى أن نحن نقبل النصح من كل أحد الإنصاف أن نحن الإنصاف عزيز كما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنه نقبل الحق من كل من جاء به نقيس كل أمر بنصوص الكتاب والسنة مش اللي وفئنا يبقى صح واللي خلفنا يبقى غلط زي ما بيعمل ناس كتير بل الأمر كله ما رده إلى الكتاب والسنة يقول أما وإما أن يكون اجتماعا على الشر والتعاون على الإثم والعدوان فيكون وبالا على العباد والبلاد وألاكا للحارث والنسل يقول وهل قامت الحروب الكبرى كالعالميتين إلا بسبب هذه العصبية الجاهلية يقول وهل تسلط اليهود على أكثر الأمم والشعوب إلا نابع هل تسلط اليهود على أكثر الأمم والشعوب إلا نابع من هذا المرض هم يقولوا إيه اليهود يقولوا إحنا شعب الله مختار أسأل الله جل أن يخزيهم في الدنيا والآخرة اليهود اليومين دولة انبارحوا النهاردة متسلطين عن مسجد الأقصى رجاء أن ندعو كثير لإخواننا في المسجد الأقصى مرابطين في المسجد الأقصى أسألوا جل لنصرهم وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود اللهم أرنا فيهم آي رب العالمين اللهم أكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت يا رب العالمين اللهم لا تمتنا حتى تقر عيوننا في اليهود يا رب العالمين اللهم اخزهم وانصر إخواننا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجرية السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم الدعاء لإخواننا ده فرض الدعاء لإخواننا ده فرض المسلم أخ المسلم مسألة الأخوة الإيمانية ده مهمة احنا مفروض ننصرهم بكل ممكن فإذا كنا لن نستطيع أن ننصرهم بالبدن فليس أقل من أن ننصرهم بالدعاء هذه الأخوة الإيمانية التي لا تنقطع ابدا فالساهد ان اليهود دول تسلطوا ليه لان اليهود شايفين نفسهم احنا افضل احنا شعب الله المختار طب اليهود دول كانوا ايه كانوا ايه زمان كانوا فعلا افضل ناس على الارض كانوا ايه كان عندهم الانبياء نبي تلو نبي كان عندهم من الانبياء قول العزم من الرسل طب ايه سبب ضلالهم وفسدهم ان هم حسوا بنفسهم ان هم شافوا نفسهم صح والناس كلها غلط انا بتكلف الكلام ده ليه عشان نفس المرض ده كان عند اخوة يوسف نفس المرض ده هو من اعظم اسباب الفساد احنا ممكن ما نحسش به احنا عشان عندنا متجمعين مثلا عاملين دعوة ولا مسجد ولا جمعية ولا ايا كان الامر انا بتكلم على حاجات زي دي لان دي اشياء بالاصل انها بتبقى معمولة لله لكن عدم مراعاة هذه الاوامر الشرعية وعدم مراعاة ان الانسان ممكن فعلا يصيب عجب ممكن يؤدي الى فساد الطريق انه ينحرف بعد كده مع مرور الوقت قال فلابد من الحذر من هذا المرض لدى الجماعات البشرية المختلفة ولابد من سد الحاجة الانسانية الى الاجتماع كده كده الانسان عايز يكتمع بس بضبطه بالبر والتقوى لو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يقول لا بالغائه فان الغاءه مصادم للفطرة ان بعض الناس قال طب خلاص طالما التجمع اي جماعة مثلا اسلامية ولا اي تجمع اي تجمع طالما في بعض المفاسد مثلا يبقى احنا نعمل نلقي التجمعات خاصة لا غلط اصلا التجمع ده امر مأمور به شرعا امر مأمور به شرعا ان عندنا ان احنا من طرق تغيير المنكر من المنكر ما لا يتغير الا باجتماع فعندنا القائدة السرعية بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فواجب تغيير المنكر وتغيير المنكر هذا لا يتم الا باجتماع كذلك من المعروف ما لا يؤمر به الا باجتماع وعندنا القائدة السرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشاهد أن التعاون على البر والتقوى ده أمر مأمور به شرعان الاجتماع الناس على البر والتقوى أمر مأمور به شرعان فمش معنى أن في بعض الانحرافات في بعض الأفكار أن احنا نلغي الفكرة كلها فكرة الاجتماع لا نعمل إيه نبقى نوجد الاجتماع وننصح الناس أن هي دايما تحسن النية وتخلص العمل لله تبارك وتعالى يقول لا بإلغائه فإن إلغائه مصادم للفطرة ولا بد أن تضمحل الدعوة إليه دعوة إلى إلغاء الاجتماع فليس علاج المريض بقتله ولا علاج تضرره بكثرة الأكل بمنعه من الأكل بالكلية يعني لو واحد لما بيأكل كتير بيمرض فهل معنى كده نقول له خاص ما تقولش خالص ما هيموت برضو لا مش دا العلاج وما العلاج إيه نقول له اقتصد قال ولكن بالقصد والتوسط في الأمور كلها وكأن الشيخ هنا من هذه القصة بيضع علاج لكثير من التجمعات إن بعض الناس بعض هذه التجمعات شايف نفسه إن ما فيش حد غيره طالما شايف نفسه إن ما فيش حد غيره يبقى في الحقيقة عمل نفسه هو يسمونه الجماعة الأم أو هو الجماعة الأساسية وده بلا شك نوع من أنواع العجب اللي ممكن يفسد العمل بعد كده عشان كده احنا بنقول الأصل في هذا كله أن العجب مفسد للأعمال مفسد للقلوب العجب قد يؤدي إلى انحراف كما وقع في بني إسرائيل وكما وقع في أي تجمع لم يراعي بعد ذلك أنه ملتزم بأوامر الله تبارك وتعالى أسأل الله جل أن يصلح قلوبنا وأن يجنبنا الفتن مغاربنا وبطن وأن يقرأ عيوننا بنصر المسجد الأقصى ونصر إخوان المربطين في المسجد الأقصى اللهم أمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه